يا جماعة تخيله وعندهم شاطئ كلها خنازير وخر عندي وخر يفا بسم الله يفا اشتركوا في القناة الله شوفوا الغير وصلنا برفتنا ستايحة شدي بحري كريبي شو جدامنا؟ جدامنا البحر على طول جزر البهامس تتكون من ارخبيل جزر تقريبا 29 جزيرة رئيسية واكثر من 600 جزيرة من جزر الصغيرة مخفضة وطبعا موقعها في المحيط الاطلسي وشمالها كوبا وجمهورية دومنيكانوهايتي وشمال الغربي من جزر اخرى صغيرة وكذلك الى الجنوب الشرقي تقريبا من امريكا واقرب ولاية حقها هي فلوريدا يلا أنا جاهزة وهذا لبس اليوم شوف يا جماعة شنو شفت بسرعة واو بش الله واو طعا كبار واو جيد بتقول اذا حطينا بأذوننا يطلع صوت امواج او محيط تخيلوا اهو تدرون شنو الصوت صوت شذي شنا انتو يا نوارس والله صوت حلو جيد استرخاء تعتبر جزر البهامس جزر مستقلة ولكن بالسابق تاريخيا ترجع للاستعمار البريطاني حيث كانت جز منها ومثل ما تشوفون هذا هو علم جزر بهامس الحين اللي تعتبر اساسا هي جز من الامم المتحدة تكفون شوف السيارة شوفوا يا جماعة احنا الحين بوسط الميناء مثل ما تشوفون هناك فيه الكروزز الكروز ايه يقطونهم مني يتمشون بالسنتة بعدين يردون مرحان الكروز هذه الاماكن اللي فيها كروز عرفتم فهني عنديكم محلات واشياء المكان تشنكم تشيب مدينة يعني الوان و اكسن هم عندهم شارع الرئيسي ميناء داونتاون باي ستريت كان حلو الصراحة تتمشون في في جي اس وق شعبية وهم في ماركات فخمة هو حلو وتتمشون فيه وصغير وتممكن تتقهون وتنطلقون الى البحر سواء يكون عندكم ميناء انتو او حادين قارب خاص يعني التجروة في الداونتاون كانت بسيطة وحلوة وتعد السياحة في جزر البهامس هي محرك الاساسي حق الاقتصاد لان تقريبا يزورونها حوالي ثلاث ملايين اربع ملايين زاير كل سنة ويمارسون الانشطة المختلفة اللي فيها عشان تدخلون ايريات اتلانتس لازم يكونوا معاكم كاش تدخلون لها يعني بفلوس وتتجولون فيها وادشياب دولارين تقريبا يصير بالبهامس يصير بالدولار احلا نحين بمارينا فيليج اتلانتس طبعا هني في محلات ومطاعم وقهاوي مارينا فيليج بباردايز ايلاند مكان وايد حلو تتمشون فيه وشارح كذي فيه بيوت ملونة تحسون اصلا طابع ناسو اللي هي العاصمة طابعها كذي بيوت ملونة تقعدون مثلا تتمشون واحلى شي تيون حزة الغروب يعني تكونوا خلاص خلصوا السباحة خلصتوا انشطة تاكلون تشوفون الغروب وهاليخوت الحلوة واحدة من الاشياء اللي ممكن تسوونها بالبهامس يمكن تأخذو لكم يخت تأجروا لكم يخت وتدورون يعني كذا جزيرة للبهامس جدا كبيرة طبعا فيه مولات وعندهم هم من ماركات مثل ما تشوفون والموضوع وايد ذكرني في فيغس وايد الستايل كازينو على متجعات كبيرة ومولات حين ما اخذي الرحلة بالقارب نروح فيها جزيرة ونتسباح محل مرحة محل توشتدي مرحة انتروح تركنا هل يستطيع أن يتطاقل؟ أه، بطاق ها؟ ها، 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 ها في البطار واو، سلحفات، يا جماعة تشوفونا؟ هذا الشاطر كله سلاحة سلحفات، سلحفات، كهي، كهي، كهي رحلة القارب كانت جداً حلوة موفقة شفنا فيها السلاحف وستانسنا وتسبحنا وسوينا سنوركل كانت تدربة جداً حلوة وحجزنا هذه الرحلة عن طريق تطبيق اسمها فيا تورو ولكن شنو عيب الرحلة وشنو عيب بهمس بشكل عام الاسعار الاسعار جداً برتفع يعني ما فيها والله يعني هي من الدول ترى الغالية الصراحة يعني انا كليت مرد ايس كريم عادي ثلاث دناير لو مكان ثاني دينار بيكون نص يالله انكثرنا دينارين ولكن عملتهم الخاصة تساوي الدولار الامريكي يا جماعة تخيلوا عندهم شاطئ كلها خنازير يا جماعة شاطئ كلها خنازير يعني تشوفون الخنازير وحر عندي وحر يا فاسم الله يا فاسم الله يا فاسم الله مو جز من المكان فالفكرة وايد ترى ذكية من ناحية السياحة ومن ناحية انه هو تشن المكان اصلي فمثلا لو مثلا فيه مكان فيه خيول وايد يبونهم تعطونهم اكل الخيول ويصير المكان تشن الجز منه وهو مو جز منه ووالله طريقة ذكية في واي جزر عجيبة ممكن تزورونها في بهامس ابرز الجزر ايه هي؟ سوق القش طبعا هذا سوق محلي بسيط يعني اغلب اللي فيه اشياء يدوية مسوين جناط من القش يبيعونها التماثيل يعني سوق بسيط محلي يعني ممكن تزورونه وانتم مارين حق الميناء طبعا تقدرون تسافرون حق جزر بهامس عن طريق اكثر من دولة ولكن ابرز دولتين هما بريطانيا وامريكا فيه طيارات محدودة ولكن الطيارات اللي موجودة كل يوم هي اغلبها تطلع من امريكا احنا اللي سويناه من نيويورك الى جزر البهامس بس اكيد من فلوريدا ووايد اقرب ومناطق الجنوبية بشكل عام في امريكا راح تكون اقرب موسيقى 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 تعرفون شعور لما تتمشون بالسيارة وتقرون فجأة توقفون السيارة؟ بالضبط هذا اللي حصلوا يانا كانت لحظات الغروب في بحر عشوائي والله نقدقى عمشي قاع شوف غروب مو طبيعي كان اوقف سيارة اطيقها الفلشر واشوف الغروب الخيالي ولا شوفها السيارتين والثلاث والأربع يصفون يمي لأن المنظر كان يفوق الوصف اقولت المسباح يفوق الوصف حبيلك يفوق الوصف والبهامس فيها وايض ظواهر حلوة وغريبة مثل الشاطئ الوردي هذي الصورة من جوجل هم في شاطئ كل لقوانات تعرفون لقوانا شاطئ كل لقوانات سبحان الله يعني في وايد اشياء حلوة ومختلفة في الجزر لان مثل ما قلت لكم هي عبارة عن ارخبيل جزر مختلفة يا جماعة خلصنا رحلتنا للبهاملس اتمنى اعجلكم فيديو اشتركوا تسوين في سبرايب لايك ومن تحقنون وعا السلامة اشتركوا في القناة